ماذا يجري في العراق وإلى أين تمضي الأمور؟ سؤال بات مولحا في البلاد التي تشهد مشادات سياسية منذ الانتخابات النيابية التي جرت في الثاني عشر من أيار الماضي وما لحقها من تزوير وصولا إلى الصراع على تولي رئاسات الثلاث ورغم مشهد الاستلام والتسليم بين رئيسي الجمهورية ورئيسي الوزراء الذي جهد أطرافه بإظهاره كمشهد للديمقراطية في البلاد إلا أن الواقع لم يكن كما تعرضه الصور حيث فاجأ عدل عبد المهدي الكوتل السياسية في العراق بفتح باب الترشح للوزارات للمواطنين عبر موقع إلكتروني وهي خطوة في ظاهرها محاولة الإثبات أن الاختيار يعتمد على الكفاءة وفي باطنها غلق الأبواب أمام المستقلين وغير التابعين للأحزاب التي يبدو أنه وفق مراقبين قد أقسم على الولاء لها واختيار من تراهم هي مناسبين لكبينته الوزارية كما تؤكد صحيفة الأخبار اللبنانية التي قالت إن أعلان عبد المهدي ليس إلا حركة ليصبح المفاوضة القوية أمامها وعليه تحدث بيان لمكتب عبد المهدي عن فريق مختص لفرص الطلبات غير الجادة وغرب التي تتم قبلها من قبل الموقع للطلبات غير المكتملة وهي عبارة تحمل في طيارتها ذاكرة سيئة لدى العراقيين حول حوادث اختراق أجهزة الانتخابات البرلمانية وعدم صلاحيتها كما أكد عبد المهدي على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية مرشحيها في الوزارة الجديدة متذرعا بامتلاكها كفاءات وإن لم تكن مستقلة مقولة تعيد الأمور إلى مربعها الأول الذي خرجت ضده التظاهرات وهو مربع المحاصصة والفساد حيث سيحصل السياسيون الذين اختاروا برهم صالح وعادل عبد المهدي سيحصلون بحسب صحيفة الانديبندن البريطانية على حصتهم الاعتيادية من الوزارات والوظائف والعقود ويترك العراقيون مرة أخرى في تهيهم يبحثون عن خلاص يعيدهم إلى مناطقهم بعد تهجيرهم منها أو يتولى إعمار بيوتهم التي دمرتها شرارة العنف الطائفي بيد ذات الأحزاب التي تتولى السلطة حاليا